الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة المتقين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ففي هذه الليلة ليلة الجمعة ليلة الثامن والعشرين من ربيع الآخر لعام ستن واربعين واربعمئة ألف الموافق ليلة الواحد وثلاثين من الشهر العاشر لعام أربع وعشرين وآلفين أسج هذه الكلمة وهي كلمة قيلت في الأخوان المسلمين سأوجها لجكاترة الأخوان المسلمين والسروريين وجماعة أنا مومن الأخوان يقول كاتبها ونشرها أيها الأحبة جماعة الأخوان المسلمين قد انكشف أمرها وانفضح منهجها وانفضح منهجها وتبين للناس كلهم أنها جماعة بدعية ثورية تسعى لحكم البلاد الإسلامية وأن الإخوان المسلمين وأمثالهم يؤججون الثورات ويشجعون عليها وهذا أمر لم يعد خافيا ودور الإخوان المسلمين في ثورات الخريف العربي شو سمى خريف عربي نتسمون الترابي العربي وسمى الآن إيش الخريف العربي يقول ودور الإخوان المسلمين في ثورات الخريف العربي ظاهر للعيان ولذلك ما يخرج أو يخرج قصدا في وقت معين من جهة معينة لهدف معين ومقصود معين بين الفينة والأخرى من بعض أسرار جماعة إخوان المسلمين ونحوهم ما هو إلا تأكيد لما هو معروف من منهجهم ومكشوف من باطلهم ليس فيه شيء جديد فأهل العلم ينطلقون في دعوتهم من منطلق الشرع فيقدمون ما قدمه الشرع ويؤخرون ما أخره الشرع وينصحون للولاة وينكرون المنكرات ولا ينطلقون في دعوتهم مما تمليه عليهم القيادات السياسية بل ينطلقون مما تمليه عليهم النصوص الشرعية والآثار السلفية هذا هو شأن أهل العلم وهذه طريقتهم وقد أكثر العلماء وطلبة العلم والدعاة السلفيون من الكلام في جماعة الإخوان المسلمين ونحوهم وبيان خطرهم حتى أن جماعة الإخوان المسلمين صنفت في المنظمات الإرهابية في عديد من بلدان العالم الإسلامي فلماذا الدندنة حول الموضوع والإكثار منه بداع وبغير داع هذا يشبه قصد الارتزاق بهذه الحرب والتزلف بها لدى الولاة انتهى كلامه من قال هذه الكلمات إنه يمكن تتعجبه من ذلك إنه فيصل ابن اكزار الجاسم الذي صف مع الإخوان والسرورية اليوم وأخذ يهاجم السلفيين ويطعم بهم وتارة يشير ولأنهم وقعوا في الردة وتارة يحرض على الحكومات والحكام فركب مركبهم وسار في طريقهم هل تصدقون ذلك؟ سأنشر كلامه في مقطع هذا بالصوت والصورة لتعرف أن هذا الرجل إما أنه انقلب نسأل الله العافية وهذا وارد ممكن أن الإنسان ينقلب على دينه فيخرج من ملة الإسلام وربما ينقلب على مذهبه أو منهجه أو عقينته وكذلك ممكن أن ينقلب إنسان من الكفر إلى الإسلام ومن بلعته إلى السنة هذا أمر الوارد فالقلب يتقلب لكن استمعوا إلى ما يقول أيها الحبة جماعة الإخوان المسلمين قد انكشف أمرها وأنفضح منهجها وتبين للناس كلهم أنها جماعة بدعية ثورية تسعى لحكم البلاد الإسلامية وأن إخوان المسلمين وأمثالهم يؤججون الثورات ويشجعون عليها وهذا أمر لم يعد خافيا ودور الإخوان المسلمين في الثورات الخريفة العربي ظاهر للعيان وذلك ما يخرج أو يخرج قصدا في وقت معين من جهة معينة لهدف معين ومقصود معين بين الفينة والأخرى من بعض أسرار جماعة الإخوان المسلمين ونحوهم ما هو إلا تأكيد لما هو معروف من منهجهم ومكشوف من باطلهم ليس فيه شيء جديد فأهل العلم ينطلقون في دعوتهم من مطلق الشرع فيقدمون ما قدمه الشرع ويؤخرون ما أخره الشرع وينصحون للولاة وينكرون المنكرات ولا ينطلقون في دعوتهم مما تمليه عليهم قياداته السياسية بل ينطلقون مما تمليه عليهم نصوص الشرعية والآثار السلفية هذا هو شأنه العلم وهذه طريقتهم وقد أكثر العلماء وطالبته العلم والدعاة السلفي من الكلام في جماعة الإخوان المسلمين ونحوهم وبيان خطرهم حتى إن جماعة الإخوان المسلمين صنفت في المنظمات الإرهابية في عديد من ملدان العالم الإسلامي فلماذ دندنة حول الموضوع والإكثار منه بداع وبغير داع هذا يشوبه قصد الارتزاق بهذه الحرب والتزلف بها لدى الولاة والقال وأعيد سماعه لترى كم يتكلم بكل ثقة بوصف لهذه الدعوة دعوة إخوان المسلمين بأنها بدعية وثورية وفيها ما فيها مما سمعتم فلذلك أتوجه بالسؤال إلى بعض الأخوان وقياداتهم الكبار والرموز وبعض السرورية وبعضهم من جماعة مومر الأخوان ما رأيكم بكلامي فيصل بن جزار الجاسم الذي قرأته عليكم وما رأيكم بموقفه الآن هل تغير هل تناقض هل انقلب أو أنكم ترون أنه هو هو لم يغير شيئا وإنما ما زال على ما كان الجواب عندكم وعند كل من يبلغه كلامي هذا أخص بالذكر الدكتور عجل النشمي الدكتور نايف ابن حجاج العجمي الدكتور طارق الطواري الشيخ عدنان عبد القادر الدكتور محمد العوضي الدكتور مطلق الجاسر الأخ عبد العز الفضلي الأخوان شرائي شرائك بها الكلام وكذم الأخوان الأب وابنه اللي هم الدكتور يوسف سند غلوم والدكتور علي يوسف سند غلوم وكذلك أوجه هذا إلى الدكتور عبد المحسن زابن المطيري وإلى وإلى غيرهم حتى لا نرفع من شأن بعض الصغار ولكن إلى هؤلاء جميعا قد سمعتم وستسمعون بصوته ماذا قال عن الأخوان المسلمين وكيف بعد أن قال هذا الكلام الواضح للبين الذي قال بكل ثقة وثبات كيف حاله الآن وكيف انقلب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر